السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني ان شاء الله بنبتدي اسبوع جديد والحصة الاولى ان شاء الله هندخل في وحدة الخمسة زراعة النبات نبتدي مع بعض اول درس فيها ونفتح مع بعض الكتاب المدرسي صفحة 138 درس ماذا يحتاج النبات ليعيش في الوحدة في نهاية هذا الدرس مفروض ان انا احدد ما يحتاج اليه النبات ليعيش لدي مفردات جديدة وهي مواد غزائية ماء تربة دو ناخد النصات الافتتاحي ولاحظ النبات النظر والاخر غير النظر قدامي صورة لنباتين الصورة اللي فوق زي ما احنا شايفينها كده النبات لونه بني والاوراق متساقل يعني منحنية الى اسفل اما النبات اللي موجود فيه الاسفل فلونه اخضر ويانع ونبات مستقيم ناكمل الجدول لون الاوراق اوراق النبات الناضر بيكون لونه اخضر اما النبات الغير ناضر بيكون لونه بني شكل الورقة في النبات الناضر بيكون شكل الاوراق مستقيمة زي ما احنا شايفينها اما النبات الغير ناضر فتكون الاوراق منحنية الى الاسفل نفتح مع بعض الكتاب 139 كيف نزرع النبات انثر بعض البزور على المادة التي تمتص الماء ولتكن مثلا زي المناديل الورقية او القطنة اصقي البزور ماء واضع البزور في مكان دافئ ومضي ولاحظ ماذا يحدث للبزرة واراها كل يوم واتباحها لمدة اسبوع ينمو النبات اذا توفرت له الظروف المناسبة زي ما احنا شايفين في اليوم الاول بتبتدي البزرة يخرج منها الجزر اليوم الثاني يبتدي يخرج الجزر موجود خلاص عندنا بيخرج البرعم اليوم الثالث بيطول البرعم اقصر اليوم الرابع وهكذا لغاية ما نلاقي ان الجزور عمالة تكبر في التربة والاوراق بدأت تظهر الكتاب المدرسي صفحة 140 النشاط الثاني هل يحتاج النبات الى الماء والهواء نلاحظ التجربة الاولى وضعنا نبات وصقنا بالماء الموجود عليها علامة صح اما النبات الاخر الغير نظر اللي احنا شايفينه ده اعتقد انه غير نظر لان الاوراق منحنية لم نضع له الماء اذا النبات يحتاج الى الماء بضرورة مهمة حتى يكون النبات ينمو ويكون نظر في التجربة الثانية زي ما احنا شايفين في نبات موجود حوالي الهواء اما النبات الاخر وضعناه في علبة زجاجية طبعا لا يدخلها الهواء وبالتالي النبات اللي موجود في العلبة الزجاجية لن يكون نظر اما اللي موجود فيه الهواء سيكون نظر اذا يحتاج النبات الى الماء من التجربة الاولى ويحتاج ايضا الهواء ليقدر انه هو يعيش ويكون نبات نظر نفتح مع بعض الكتاب المدرسي 141 فيه اشياء اخرى يحتاج اليها النبات ذي مثلا ان احنا الصورة اللي موجودة قدامنا احنا عندنا النبات ده موضوع في ضوء الشمس اما النبات الاخر فلا يوجد ضوء الشمس طبعا احنا عارفين ان النبات يحتاج الى ضوء الشمس حتى ينمو بصورة افضل اذا النبات يحتاج الى الشمس انظر الى النباتين الموجودين امامنا أحدهم مزروع في التربة والآخر منزوع من التربة طبعا النبات المزروع في التربة بيكون نبات نظر وبينمو بصورة أفضل أما النبات الموجود خارج التربة سيموت بعد فترة من الوقت إذن يحتاج النبات إلى احنا قلنا أول حاجة الماء الهواء ويحتاج أيضا إلى ضوء ويحتاج إلى المواد الغذائية اللي بتكون موجودة في التربة حتى يستطيع أن يعيش إذن احتياجات النبات بيحتاج إلى ماء هواء ضوء مواد غذائية موجودة في التربة نفتح مع بعض الكتاب صفحة 142 انظر إلى لائحة الأشياء وأضع علامة صحة على الأشياء التي يحتاج إليها النبات اللي يعيش أول حاجة النبات يحتاج إلى مواد غذائية نعم يحتاج إلى مواد غذائية هل يحتاج النبات إذا إلا ظلام لا أعتقد ذلك هل يحتاج النبات إلى ضوء نعم يحتاج إلى ضوء الشمس هل يحتاج النبات إلى ماء أكيد طبعا حتى يستطيع أن ينمو هل يحتاج النبات إلى جفاف لا طبعا هل يحتاج النبات إلى دخان لا يساعد في النمو هل يحتاج النبات إلى هواء طبعا يحتاج إلى هواء اذا عندي في صفحة 143 عندي موجودة الصورة القدامي بتستخدم الطالبة المنصقات الموجودة في نهاية الكتاب صفحة 237 بتقصهم ونبتدي نلصق احتياجات النبات احنا قلنا احتياجات النبات بيحتاج الى ماء بيحتاج الى ضوء شمس بيحتاج الى هواء بيحتاج الى مواد غزائية من الطربة عندما زرعت البزور في الاستقصاء في استقصاء النشاط واحد استخدمنا مادة سريعة الامتصاص طيب ليه استخدمنا مادة سريعة امتصاص للماء حتى تؤمن الماء للبزور انها هتمتص الماء وتعطيها للبزور عندنا التجربة اللي قدامنا سجل بعض الطلاف استقصاء النشاط واحد عدد النباتات التي نمت وضع الطالب واحد كمية عادية من المواد الغزائية ونمى عدد من النبات كل مسلس بيرمز الى نبات واحد لو عدينا مثلا الطالب واحد عنده كم نبات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لديه عشر نباتات اما الطالب رقم اتنين فوضع كمية قليلة من المواد الغزائية فنمى عنده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست نباتات فقط الطالب رقم ثلاثة لم يضع اي كمية من المواد الغزائية في الطربة ونمى لديه سلاس نباتات السؤال رقم واحد وفصل لماذا نمى العدد الاكبر من النبات لدى الطالب واحد قلنا بسبب وقود كمية عادية او عنده كمية من المواد الغزائية في الطربة بكمية زيد دايما احنا قلنا كلمة بكمية زيد يعني انا هعمل عملية طرح عدد النباتات التي نمت لدى الطالب واحد عن تلك التي نمت لدى الطالب تلاتة طبعا احنا الطالب واحد عندناهم قلنا عشرة الطالب تلاتة تلاتة فاذا عشرة نقص تلاتة هتساوي سبعة